صباح الخير استسرق كيفك؟ استسرق مبدئياً يعني شو هو الهدف وراء وجود لجنة بتقيم المسلسلات الدرامية؟ اللجنة دي نفسها لو رجعتي لكل تصريحاتها تكتشف انها متنقدة شوية يقولوا احنا مش لجنة رقابية وبعد كده تلاقي ان هما بيعملوا رقابة شوية يقول احنا مش لجنة فنية ملناش دعوة بالفنيات ولا نقول للمخرج او للكاتب اعمل كذا او ما تعملش كده ثم تكتشفي ان فيه تصريح بيقولوا لا اعمل كذا او ما تعملش كذا هي لجنة ولدت الحقيقة وهي غير محددة المعالم او الهدف ربما يكون فيه صوت داخل الدولة عايز يضبط قاعد دراما انه فيه بعض تجاوزات ممكن طبعا ده موجود ولكن مش بالطريقة دي ومش باللجنة دي توجد في مصر منذ الخمسينيات رقابة على المصنفات الفنية ده من الخمسينيات بشكل مباشر تتبع وزارة الثقافة ومن ضمن صلاحياتها ان تقرأ النصوص والمسلسلات وتشاهدها يعني مش بس الافلام او الاغاني يعني هي طبعا احنا زي ما تعرفين ان الدراما التلفزيوني بدأت سنة ستين مع ميلاد التلفزيون فبالتالي لما بدأت الرقابة في الخمسينيات ما كانش فيه تلفزيون ولكن اضيف لها كل ذلك ما الداعي لوجود اكتر من جهة رقابية ده هيعمل تخبط حيجعل الكاتب ايده مرعوشة او يبتدي يفكر ما يعتقد ان الدولة عايزها وانه هو كمان يركز على منطقة معينة الكاتب برضو انه نحاول ان احنا نطلع الشيء مفيش فيه اخطاء في نفس الوقت ترضي كمان اللجنة هذا بسمح برضو وجود اخطاء اكبر دي تبقى مشكلة يعني عايزوا هناك فعلا قيود والغريبة انه بيدعو لتلك القيود شخصيات يا ما قالت تصريحات انها ضد القيود ويا ما قالت تصريحات انها ضد الرقابة ويا ما ويا ما انما احيانا الناس في لحظات بتروح لجانب ضد جانب اخر وهكذا مع الاسف استصار قتب نحن اليوم شو يعني ليش الرقابة اليوم بدا تمنعنا يمكن نظهر بعض الامور على تلفزيون خلينا نتكلم شوي عن الامور يلي ممكن تمنع الرقابة شو هو الصح برأيك شو هو الغلط يعني اليوم نحنا اذا عم نحكي كمسلسلات الممنوع على المسلسلات انه تتكلم شو انا رأيي لو يوجد ممنوع في العصر اللي احنا عايشينه مضغوط اي حد يحاول انه يستطيع اعتقال الفن داخل حالة خاصة هو فقط اللي يملكها بيديه بيرهن على مستحيل فبالتالي كل دي الجانب وافكار لحظية ممكن يكونوا اروا حاجة غلط في توجه دولة لكن ليس هو هذا العمق بمعنى انك انت في لحظات مثلا المجتمع المصري والعربي عموما ممكن ما فيه بعض الفاظ سواء في برامج او مسلسلات تجرح الاسرة لكن مش بالطريقة دي نمنعها مش بالطريقة اللي جان والعصى الغليظة اللي كلهم بيرفعوها بين الحين والاخر مهددين كل مبدع يعني لازم تتغير النظرة دي والوسائل اللي هم بيحاولوا يفردوها على الناس فيه اخطاء كتيرة مع الاسف حتى لو كاتب قال حاجة ولو عدت يعني فيها تجاود ولو عدت حتى على الاجهزة الرقابية ده لا يعني ان احنا يبقى الحل مزيد من الرقابة والفنان عموما بيملك ضمير طب استسارق نحنا اليوم قادرين نتكلم بالسياسة بالدين بالحب بالجنس عادة كله بالمسلسلات انت يعني انت اليوم عم تقول انه ما فيه ابدا ما لازم يكون في هذا النوع طب نحنا قادرين نتكلم بهالمواضيع كل حاجة ممكن المهم بالمعالجة تتكلم في السياسة تتكلم في الدين تتكلم في الجنس لكن كيف تعالج الموضوع بمعنى ايه فيه معالجات تجارية مرفوضة يعني لو انت تكلمت عن الاغتصاب ما مش فيه اغتصاب في كل المجتمعات عربيا وعالميا ونشوف وحتى في العالم كل كل شوية فيه شعار بيرفع سواء في امريكا في اوروبا انه ضد الاغتصاب وحالات كتيرة وفي المرأة الكبرى ده بيحصل انه بيبقى فيه ناس ضد قهر المرأة وضد اغتصابها ازاي ازاي نعالج ممكن تعالج قضية حساسة باسلوب تجاري مرفوض لكن ممكن تعالج قضية حساسة جدا باسلوب فني هو ده المطلوب طيب اللي بيعالجها باسلوب تجاري ايوا شو الطريقة مش لجان مش لجان ما فيه توجد جهاز رقابي لجنة اخرى ده خطأ وبذات المبدع وفيها بعض ناس بتمارس الابداع بوجد نظرها انا كمبدع كنت عملت ازاي لا يعني لو ما كانك كل واحد من حقها ان يختار المعالجة انا ضد تماما فكرة العصى الغليزة والهيمنة وده مش معناها انك انت مع الجانب الاخر فان الناس تقول اي كلام الناس تجرح في البيوت لا طبعا ضد ده فيه حاجة اسمها تصنيف العمري ربما البيت العربي غموما لسه ما تعودش قوي على فكرة تصنيف العمري صحيح يعني ايه تصنيف العمري بعد الساعة عشرة ولا او بحطولك قبل المسلسل هيدا لالتمنتعشر بلاس او لغاية تمنتعشر يعني التصنيف العمري عمقه ان الكرة في ملعب الاسرة احنا تعودنا وتربينا انت كنت صغيرين انه الدولة هي اللي بتمنع وتحط صفارة ساعات على حاجة او بتاع لا انت دلوقتي كرب باسرة عود ولادك لما يلاقي كده مكتوب فوق 16 هو نفسه مش هيشوفه ازاي نوصل احكي ناسي لك معقولة الاسرة اه معقولة في العالم موجود كل حاجة بتيجي بالتراكم والتعود مظبوط استاذ طارق بس احنا هلأ يعني في ضل التطور التكنولوجي والعولمة والانترنت وانتشار كل الفيديو اللي ممكن يعني على وش الأرض نلاقيها على في أي مكان في أي زمان مش بس يوتيوب في أكتر من ممكن ننشر اذا ما تنشر على اليوتيوب رح يتنشر على مواقع تانية هذا الشي ضربة كليك فينا ان احنا نشوف اللي بيدنية وهذا الشي برضو يعني اللي جان مفهود انها ما تفكر بهذا الموضوع تقول انه فعليا حتى لو قدمت المنع المنع ما رح يتطبع في باب نفذة اخرى زي ما انت قلت بالزبط وعشان كده لازم تربي الثقافة الثقافة ثقافة الناس هي حقق الصد أمام الاسفاف وليس المنع احنا ما عندناش العمق ده في التفكير اللي امتلك عمقه معنى اننا لازم اربي ولادي على الاختيار زمان الاب بيبقى الاب بيقوله كذا شمال ليمين لأ دولة انت بتناقش ابنك بتفهمه ولازم يبقى صاحب القرار لانه فعلا زي ما انت قلت بساطة اوكي انت بنعتني من المسلسل ده والفيلم ده ترك على التليفون بتاعي على الموبايل شفت كل حاجة امتى انا بقى ابقى عارف اختار لما تثقفني وتحميني المسئولية وده جائز وممكن وفي العالم موجود نشوفه كتير قوي انه اطفال يلاقي كم 16 لا يقفل مش هشوف ده بس امتى عمل ده لما لما فهمنا مع الاسف احنا في مجتمعاتنا بنعتقد ان احنا نملك كل الخيوط ونحنا نقدر نمنع لسه عايشين في زمن قديم عدة وفات فعلا يعني ان احنا نمنع وان احنا نحط لجنة رقابة هي برضو بتساعد على قتل الابداع والمبدعين في المجتمع وبالذات ان فيه رقابة اساسا يعني اي ازدواجية في الدنيا هي بداية الفشل لما يكون فيه اكتر من جهة تملك القرار فانت هتعمل صراع وهتؤدي الفشل فيه جهة رقابية معتمدة من الدولة موجودة منذ الخمسينيات دي اذا كان لكم ملاحظات على الجهة الرقابية دي دعموها غيروا اضيفوا شخصيات لها لكن متعملوش رقابة موازية وهم حتى مكسوفين يقولون من احنا رقابة اتحداك لو حد قعد لك من رقابة لتمنت ايه ما يقدرش يعرف هو ايه استيس صار فيه حالة جدل اليوم وقته اعلنوا عن يعني حيحصل سراع وتحايل فيه ناس بتبعها بتخضع لاي سلطة يعني فيه ناس يقولك اه الدولة عايزة كده او كي اللي انتوا عايزينه فيه ناس هتعمل كده فيه ناس هتخش في معركة يعني ردود فعل الانسان والهيئات والقنوات الفضائية ما تقدرش تحطها تحت طاية الواحد هتختلف ردود الافعال لكن الخاسر هو الابداع عشان كده نحمي الابداع نحميه مش نرهبه كل شوية ومش بأيدينا هو الماذقة في اللي جاندي انها بأيدي المبدعين انفسهم يعني بيدي لا بيدي عمر انت بتعاقب نفسك انت بتأذي نفسك انت بتجعل كلمة الرقابة سيف مسلط على الابداع طيب استاذ طريق مع وجود هاي اللجنة فعليا كيف انت شايف الدراما لـ 2018-2019 هيحصل انه فيه ناس هتبقى علاقتها هتحاول بعضهم حسن علاقتوا باللجنة عشان يمشي الامور زي ما بيحصل كتير هيحصل ردود افعال عديدة هتلاقي اللجنة مثلا في لحظة منعت حاجة قالت الكلمة دي ما تنفعش في اللي بعدها وفقت عليها لانه المقياس نسبي حسب كيف جاية مضبوطي حسب كيف صغوة بقلب ايوة فهيبقى بما انه نسبي هتختلف الرؤى يعني انت شايف انه ما راح يكون فيه ركوز حتى في الدراما الموجودة على الساحة رح ينزل كتير حيخافه يخش في مناطق معينة خوفا من انه يحصل رد فعل سيء من اللجان وتمنع انا الرأي هي لجنة تبحث عن دور في الاخر ومايسترو يبحث عن عصب طب مش لازم استثار يعني يكون في تنسيء يمكن من قبل او هيدا اللجنة اليوم تحط خيوط عريضة احنا ممنوع نتناول واحد اتنين ثلاثة يعني لانه تعرفش المشكلة اليوم وقته كمان المخرج والكاتب والسيناريو يقوم بهالعمل وبعدين ينمنع اي شيء او اي جزء من هيدا المسلسل او عمل هون بصير كمان في حال يمكن بيزعله ولا يعني بصير فيه بصير فيه ما هي هي بتأتي الفكرة رمضان لا يشعر دي عارفيننا يصنع دي اقل من شهر اقل من شهر لا لا اكتر شوحي اكتر يبقى شهر شهر وكام يوم يعني قولي 35 يوم هل تعتقد او حد يعتقد في الدنيا ان المسلسلات دي هنبتدي نعملها النهاردة ولا عاملينها من مدة اكيد من مدة من مدة طيب انت بتطبق علي قانون عايز تفرضه على حاجة قريدي انا بدأت فيها يعني انت داخل في عشوائيات ناس بتقرر كده لمجرد الوجود عايزين نبقى موجودين اوكي تبقى موجود بس سم ايه الوجود ده انك انت بتمارس القابة ان انت بقيت لجنة اعلى من المبدعين انا رأي المبدع يبدع كل اعضاء اللجنة بدعوهم الموجودة ينزلوا الميدان ويبدعوا فن ينزلوا الميدان ويبدعوا فن مش ينزروا للفن ابدع فنا هو ده يعني امستاذ محمد فضل مخرج كبير انزل اعمل مسلسل اعمل مسلسل خلي الناس تقول اه هو ده الابداع مش انت خلي الناس تتعيدون يا شفت العظيم عمل ابداع حلو يا ليت نعمل زي هو ده لكن تبقى انت قاعد الناظر وشيخ الحارة اللي تختاره تعمل مش ده المطلوب ومش ده المطلوب لتاريخ مخرج كبير زي بستاذ فاضل مش عارفة يعني انا برضو انصدبت من فكرة كمان انه في هلأ القوانين تتطبق على اللي جاي يعني مش تتطبق ما بعد مواسم معينة بدأنا خلاص يعني لاز بدأت من زمان هتخوف ليه على امل خذ بالك اموال رأس المال جبان كما كله عارفين ده في العالم كله التعبير ده فبالتالي الانتاج نفسه هيفكر الف مرة ممكن تبقى انت كاتب عايز تقول هيجي المنت يقولك لا معليش يا حبيبي على امل نعم على امل استستار انه يعني دراما رمضان 2018 تكون يمكن بشكل كتير حلو مثل ما تعودنا وبنفس الوقت يعني اذا بدون يفرضوا تطبيق اي موضوع معين ما يأثر على المسلسل شكرا لك استستار الشنوي كنضيف عزيزة علينا واكيد رح نستقبلك بالاسباع المقبلة لمواضيع غنية نورتنا استستار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر